الخبر الأول الذي عدنا عن ياسو وليس هي قاطع عن السوشيال ميديا فصل لأخر مقطع نزلته من ثلاثة أسابيع فهو المتابعين يتسألون أنه هل هذه هي النهاية؟ فأخيراً يا حبايب ياسو نزلت على حسبها بالإنستجرام هذا اللي سوري تدالع من خلاله أنه حال الوقت أنه ترجع تنزلكم فيديوهات فإن شاء الله الفوبروك رجع ياسمين وأكيد ما تضري معاته المقاطع الخرافية والنارية ننتقل حالياً نور ماريزة شوية سوريات كانت يعني من خلاله أنه باج رح ينزل مقطع المنتظر رح نعرف من الشخص اللي حيلت قوية اللي كان مسافر له من تركيا للدبي نحطكم الستوريات تشوفوها هاي أبسأل يومي المختفى يا نور أنا هالله فوت بحصرت كتير حتى أجب لكم الشخص أشوفوا الستوريات بعد فبكرة في فيديو جديدة يا جماعة رح تشوفوا من إجاعة دبي لعندي ورح تشوفوا بيت الجديد ورح تشوفوا احتفال كمان رح تشوفوا كتير شهالات بكرة فاليوم نحاول من تشكون لها بالليل ونزكون لها بكرة على الساعة أربعة وخمسة بتوقيت الامرات ننتقل حاليا نشير ريني بيوتي وسفرها للسويد فنزل شوية تستوريات على سبب اللي انيستجرام شات من داخل الطيار للسافر فإن شاء الله ألف حمد لله على السلامة وإن شاء الله توصل بالسلامة واتبقى هذا السبب اللي مخلها أنه هي تكون بالحفلة مع نار ريني بيوتي حفلة 12 مليون ننتقل حاليا نور ستارز وتقول لأنه شخص هو الجرح قلوبها فنزلت هذا المقطع على التيك توك اللي تشاركت بيوتي خلين نكون واقعيا أن أنت ما جرحت هذه البنت والي قزة من شانت نحيفة وأنما أنت جرحت هذه البنت اللي هي قزة من شانت سمينة أكو شخص جرحها أتوقع أغلب اللي تابعون نور ستار يلاحظون أن دائما نور ستار تحشى على حبيبها السابق النوع عن ما هو خانها أو أذها أو جرحها فاكتمل أحببوا بالكومنتات هل تتوقعوا أن نور ستارز تعرضت الخيار بالسابق أو لا؟ ننتقل حاليا ليا رمارو أختها وقرارها أنه هي تنتحر فنزلت شوية صارت على حسبها بالإنستجرام شانت قاتل بكوثة قررت انتحر شانت وقفة من بنائي كلش عالي وبنسبة وقت قاعدة تنظف صراحة موضر كلش مخيف رح تقوم للسوريات شوفوها نقتل آخر شي بياسمين يا حبابي ننزلت نفس المقطع مع النور ستار اللي كانت كاتب ببي أنت مجرحت هذه البيت ولي حطت اللي هي الصور اللي بعد ما تركت ريدر ووسام تيكيت وإنما كتبت أنه أنت جرحت هذه البيت وحطت الصور اللي كانت ويا وسام تيكيت وحطت ويا ريدر طبا ما تتعرف ان يا حبابي بعد مفضاح الموضوع عن وسام تيكيت هو خانفة لهذا هي تركته فتتوقعون هي تقصدها بهذا المقطع مادر صراحة من احباب بالكومنتاشن توقعاتكم وبسطولوا حباب نوصات المقطع فمن اتعجبكم ما تحطوه لاكسركم بقناة انكم فيد الزين من القناة من قناة من قناة القصص ومع السلامة